سلمت جمهورية تشيك الشخص المتهم بالتخطيط لقتل مسيح علي نجاد أحد الشخصيات المعارضة لسلطات تهران إلى الولايات المتحدة سلمت جمهورية تشيك الشخص المتهم بالتخطيط لقتل مسيح علي نجاد أحد الشخصيات المعارضة لسلطات تهران إلى الولايات المتحدة وأكدت وزارة العدل التشيكية أن بولاد أوميروف وهو مواطن جورجي ومقيم في جمهورية التشيك وسلوفينيا تم تسيمه للأجهزة الأمنية الأمريكية في المطار وأعلن وزير العدل التشيكي نهاية شهر يوليو من العام الماضي أنه سيتم تسيم بولاد أوميروف المتهم في الولايات المتحدة بالمشاركة في مؤامرة قتل مسيح علي نجاد والمطلوب وفي يناير 2023 أصدرت السلطة القضائية الأمريكية لائحة اتهام ضد بولاد أوميروف وثنين آخرين بجريمة لمشاركة في المؤامرة المدعومة من حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقتل السيد علي نجاد وفي فبراير الجاري قالت وزارة العدل الأمريكية أن بولاد أوميروف وزعيم هذه العصابة الإجرامية يدعى رأفة أوميروف الموجود الآن في طهران هما المصممان والقادة لهذه المؤامرة وأضافت لقد أمر خالد مهديوف وهو مواطن أمريكي بقتل مسيح علي نجاد وأرسل له مقابل ذلك 30 ألف دولار وقد اتهم بولاد أوميروف ورأفة أميروف وخالد مهديوف بالقتل والتآمر وغسل الأموال والتي في حالة إثباتها ستعاقب عليها بالسجن لمدة 40 عاما